هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بشرعة وشهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب وتغبل الله طاعاتكم في الفترة الاخيرة لاحظت كومنتات كثير يطالبون بستات او خصائص الاسلحة واللي صراحة تمثل من اهم الشغلات اللي موجودة في لعبة وتكون فاهمها وعشان لان تاخر اكثر صلوا على النبي وخلونا نبدأ يا شباب تراني انا هنا ها عشان لان اخذ من مساحة الشاشة كثير اول شي يا شباب قائمة الستاتس تعرفون الليفل والرون اللي معك والرون اللي تحتاج عشان الليفل اللي بعده وكل الستات هذا الفيقور المايند الاخرة شرحتهم في هذا المقطع من اول مقطع تقريبا نزلته لكن اتوقع السؤال جاني عن تفاصيل على اليمين هذه اللي ما تكلمت عليها شغلات هذه اللي بالوسط تعرفونها الـ HP يزيد كل ما طورت الفيقور اذا ودك تعرف الرقم بالضبط نفس الكلام على الفوكس بوينت يزيد اذا طورت المايند والاستامنا يزيد كل ما طورت الـ Endurance وكذلك الـ Endurance يطور الـ Equip Load هذا الرقم العليمين اللي تشوفونه 52.9 يزيد كل ما طورت الـ Endurance نفس الشي يتأثر الـ Medium Load تعرفون الـ Heavy Load وكذا كل ما لبست دروع اكثر وحطيت اسلحة اكثر راح يزيد معاك هذا الرقم نيجي للـ Boys اللي هو رقم 11 الـ Boys هذا اخوان هو عداد مخفي تقريبا اذا ترجمتها يطلع التوازن هذا الرقم يتأثر كل ما لبست دروع او استخدمت هرزمن وكل ما زاد هذا الرقم كل ما انت قدرت تتلقى ضربات اكثر قبل ليصير عليك الـ Stand فلو لاحظتوا بعض البوسز بعض ضربات معينة يصير عليهم الـ Stand بسرعة فالـ Boys عنده غريب فهذا يعتمد على مثل ما قلنا الدروع او اللبس اللي انت لابسه وكذلك التلزمن وفي امور تأثر عليه الـ Discovery هذا نزلت عليه مقطع خاص لأيتمات اللي تزيد احتمالية حصولك على الأيتمات النادرة مثل الاسلحة والدروع والـ Memory Slot معروفة توقع اللي هو تحط فيها الخانتين هذه حاليا تحط فيها السحر او التعويذات نجي القائمة اليمين الـ Attack Power مثل ما تلاحظون القائمة تبين معقدة لكن بسيطة جدا لاحظوا RRR بعدين LLL هذا المقصود فيه Right 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 يعني الجهة اليمين او يدك اليمين وبعدين يدك اليسار فهذا يمثل الأسلحة اللي انت حطها هنا هذا واحد اثنين ثلاثة اللي هو مثل ما تلاحظون فوق Right One Right Two Right Three هنا الـ One الـ Two الـ Three اللي هو يدك اليسار واحد اثنين ثلاثة فبس مثلا تشوفون الـ Right Three ثلاثة وعشرين لو جيت مثلا حطيت هذا السلاح نرجع لسات نشوفه زاد واحد وثمانين اذا ضغط هلبي اخوان وجيت الـ Explanation بتلقى كل التفاصيل اما القائمة هذه اللي بعدها اللي هي Defense او الدفاعات اللي عندك الدفاعات مقسمة Physical و Magic و Fire و Lighting و Holy طبعا Physical مقسم ثلاثة انواع Strike و Slash الارقام العليمين هذه تتغير بناء على تطور او تلفيل شخصيتك في الـ Stat اما الارقام الاخيرة اللي هي 17.08 هذه واللي تحتها كاملة يتغيرون على حسب اللي انت لابسه من الدرور فمثلا الاحين عندنا 17 بعدين 18 و 23 نجي مثلا نوخر الهلمت بتلاحظون تغيرت عندك الارقام في شغلة ممكن تلاحظونها عادي الاحين وانت مثلا في اجواء مطر وفتحت هذه القائمة بتتغير عندك الـ Lighting او الفاير الاحين الجو عندي صافي ان كل شي عندي اسفار ان شاء الله هنا اشرح بعد شوي انها تمطر بتلاحظون ان الـ Lighting والفاير راح يختلف بسبب الاجواء فهذه معلومة جدا مهمة وتكلمت عليها انا في سلسلة النصائح اما القائمة الاخيرة اللي بعدها الـ Resistance اللي هي مقاومة الامور الاربعة هذه اول وحدها Immunity هذه المناعة ضد بعض الافكتات مثل الـ Poison او السموم اما الرب اللي تحته هذا مقاومة Blood Lose والFrost Bite الافكت الثلجي هذك تعرفونه اما Focus يقاوم الافكت تبع السليب او التنويم والجنون اللي هو المادنس اما Vitality هذه مقاومة الـ Instant Death طبعا الارقام هذي اللي بالوسط نفس الشي والارقام الأخيرة هي يتأثرون بالدروع وبالليفل تبعك مثل ما تشوفون يوم تجون عندي دروع نفس الكلام تلقى هذه التفاصيل لان الدروع جدا مهمة في موضوع المقاومة سواء كانت Physical ولا Magic اللي هي السحر او Fire اللي هي النيران او Lighting اللي هي الاضاءة مثل البرق والسوالف هذه ونفس الكلام بعض الاسحار مثل الهولي وتكلمت أنا في مقطع نصايح انها ضروري جدا انك تنتبه لموضوع الدروع لان بعضها تكون فيه ميزة خاصة مثل سرعة استعادة الاستمنة وغيرها من الامور المهمة اللي ممكن تخدمك على حسب البلد اللي انتلعب فيه فما تركز بس على الشكل او مظهر هذا الدرع او حتى استات هذا الدرع حاول تشوف الميزات الخاصة اللي مكتوبة في وصف هذه الدروع والحين يجي الموضوع الاسلحة مثل ما تلاحظون اخوان اول شي الاسم بعدين نوع السلاح كتانا وبعدين ايش الشغلات اللي يسببها هذا السلاح مثل ما تلاحظون قبل شوي كان عندنا Physical مقسم لثلاث شغلات منها السلاح ومنها البيرس وكان فيه نوع ثالث اللي هو السترايك فهذه الامور التفصيلاتي اخوان في هذا المواضيع لان البوسز او الانميز دائما يكون عندها نقطة ضعف ضد احد السيوف مش السيوف يعني نوع معين من الاسلحة يكون تأثيرها اقوى او حتى يكون عندها نوع معين من الافكتات يسبب له الدمج بشكل متضاعف وبعدها يجيب لك السكل اللي مركبها على هذا السلاح هنا عندك الانشيث وهنا عندك الستامب حتى لو تلاحظ اللي جيت في مكان فارق يطلع لي الكيك اللي هو لو ما كان عندي اي سلاح هذا اللي راح يسويه اللي هو الكيك بعدها كم ياخذ من ال Focus Point او عداد السحر وبعدها الوزن وبعدها نيجي لقائمة الأتاك باور هذه تعرفونها الفيزيكل والماجيك وكذا لكن الرقم اللي بالوسط هذا اللي موجود حاليا بالسلاح من غير للطورة عشان تزيد هذا الرقم تروح تجمع الاحجار اللي شرحتها في المقاطع الماضية وتوديها عند الحداد وتزيد هذا الرقم اللي هو المية وخمسطاش اما بالنسبة الرقم العليمين هذا التسعة أش بارجع لكم فيه بعد شوي لو تلاحظون في شغلها انظافة عندنا جديدة اللي هي الكريتكل يوم نيجي عند الاسلحة هذا مية وعشرة وهذا مية وانا تكلمت في مقطع البيري يوم تنفذ البيري بطريقة صحيحة وبعدين تيجي عند الانمي غالبا ما تكون عينها مفلشة وتعطيه بالاربون في هذيك الضربة يهمك الكريتكل دمج اما القائمة العليمين هذا الفيزيكال الماجيك نفس الكلام اللي قبه شوي اللهم انظاف القارد بوست اللي هم متعلق بعداد الاستامنة وانا نزلت اذكر مقطع عن شيلد الضخم هذاك انه كان اكثر شيلد يكون عنده القارد بوست وكلما كان هذا الرقم اكبر كلما قدرت تتحمل ضربات اكثر يعني العداد حق الاستامنة تبعك ينقص بشكل جدا تافه وعدنا استخدمت فوقها تلزمن بعض تلزمن نيجي الشغلة اللي بعدها اللي هي الاتريبيوت سكيرينج الحروف هذي اخوان نفس نظام الدرجات في بعض المدارس اللي يعطيك اول شيء اس افضل شيء وبعدين اي بي سي دي الحين مثلا ماسكين الكتانا الكتانا هذي اخوان في السترينكث دي وفي الدكس دي يعني راح يتأثر من تطوير السترينكث والدكس اي شيء من الساتة الثاني طورته ما راح يتأثر بتطوير الدمج هذا السلاح طيب الحين كمية التطوير او كمية الدمج اللي يطور يعتمد على الحرف اللي موجود جنب السترينكث او الدكس كمثال للتوضيح لو كان جنب السترينكث الحين اس اللي هو افضل شيء ممكن لو طورت السترينكث مرة واحدة يزيد الدمج عندي مثلا مية بينما لو كان عندي السترينكث دي وطورت السترينكث مرة واحدة ممكن يزيد الدمج عندي عشرين فهذا هو الفرق والمية هو العشرين هذا اللي ضربت لكم اياها كمثال هي هذا الرقم اللي هو التسعة تايش اللي على يمين فهذا الرقم العليمين يعتمد على النقاط أو الدمج اللي جاك من تطوير الستات تبعك اللي هو مرتبط بهذا السلاح أتمنى أنه وصوتكم الفكرة أما الريكوايرد العليمين هذا متطلبات السلاح لازم يكون عندك سترنج 11 والديكس 15 أقدر استخدم السلاحه لكن ما بيكون بالكفاءة أو بالدمج نفسه يوم أجيب متطلبات السلاح أتوقع ما في أي اختلاف عند الدروع ودروعنا تفصلت فيها أكثر في مقطع البيري أنصحك أنك تشوفه وبس يا شباب أتمنى في أحد يطلع بفايدة والمقطع ولا تنسوني باللايك أشكر من تنسوني القناة سبحانك اللهم ومحمدك أشهد الله أنستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته